مجهود واضح بشكل عام كمان في مجال السياحة طبعا تحديدا طيب خلينا نتكلم اكتر عن نوعية السياح اللي احنا بنحاول نجذبهم لنا يعني ناس ممكن تفتكر ان المشروع ده بيحاول مثلا يتارجت السياحة الدينية او السياحة الدينيين فقط فعايزيني وضح اكتر انه لا ممكن يبقى فيه انواع كتير من السياحة هناك مثلا زي ايه اولا فكرة هي مش سياحة دينية انيقدر نسميها السياحة التاريخي او روحانية مثلا لا السياحة التاريخية والسياحة الجزء الروحاني دير سانت كاترين بواد الراحة بغيره اعتقد ان ده هيبقى موجود ومتاح ومفتوح وفيه زيارات كثيرة يا الفكرة ان احنا بنقول سياحة تاريخية لانه اللي بيروح مثلا عن سبيل المثال فيه لقصر او اسوان او منطقة الهرم او غيره ما هواش مرتبط بسياحة دينية هو فيه جزء تاريخي فيه بعض الناس بترتبط دينيا بهذه الاماكن لكن لا مانع ابدا من انه يكون فيه حد بيستدعي وقاعة تاريخية او وقاعة دينية ويمشي عليها يعني رحلة العائلة المقدسة بما تعنيه من اهمية دينية وفيها جزء تاريخي فزي ما انت بتقولي نوعية السياحة اولا السياحة بشكل عام بالنسبة لبلد زي مصر بتنقسم لأكثر منه احنا عندنا اولا السياحة الثقافية اللي بتروح الاسهار بتروح لقصر اسوان الهرم بلهول مناطق فيه الشاطئية اللي بنتكلم فيه جنوب سينة في شرم الشيخ في الغرداء في غيره فيه القطارات الخفيفة اللي بتربط ده بدا زي ما احنا قلنا فيه جزء السياحة الفردية او السياحة اللي هو جزء من السياحة الثقافية بس انا عاوز اشوف الجبل اللي تجلى فيه سبحانه وتعالى لسيدنا موسم عليه السلام عاوز اشوف الواقع التاريخي دي ممكن اللي هو المسلم يبقى عايز ده ممكن يبقى المسيحي برضو هيروح لده ممكن يبقى يهودي بيروح لده فالفكرة هنا انه احنا ده فيه شخص عادي جدا مثقف طبيعي عاوز يشوف الواقع التاريخي او المكان اللي حدث فيه الواقع التاريخي وده اللي احنا بنسميه السياحة الثقافية اللي هي مرتبطة اكثر يعني متجوزة اكتر للسياحة الدينية لانه ازا احنا بنتكلم على السياحة الدينية زي الحج زي العمرة زي ده ارتباط بتقوص واوامر محددة في هذا الامر لكن الارتباط بالنسبة لهذه المجال فيه جزء الحقيقي الثقافة نوعية السياحة بقى اما افواج ستكون لديها رغبة في انها تستكشف هذا الواقع التاريخية واللي لها اثار دينية وغيره او تذهب الى الدير او تذهب حتى فيه احنا عارفين انه فيه ناس بيروحوا سفاري في الجبل وبيطلعوا هذا الجبل في الشتاء اظن انه كان فيه تفاصيل كثيرة والدولة مؤخرة اتخذت اجراءات مهمة لتأمين السياح في هذه المناطق فيه السياحات الفردية فيه حد بيقضي فترة اسبوع او عشر تيام ربما يروح سياحة شاطئية او يروح سياحة ثقافية ويبقى محتاج انه يستكشف مناطق جديدة احنا فيه مصر فيها كنوز مختلفة بكل العصور التاريخية تقريبا فيها تعلق بالسياحة اظن انه اللي حصل في المشروعات القومية والطرق والكباري والانفاء سينة وغيره بيسهل هذه الحركة انه يقدر في فترة عدة ايام يستطيع ان السائح انه يزور مناطق مختلفة في القاهرة في اللقصر في اسوان في المتحف القبطي في المتحف المصري في المتحف الكبير في المتحف الحضرات اللي في المميوات والملكية وغيره فبالتالي احنا بنتكلم على دايرة السياحة دايرة شاملة اظن انه العوائد النهاردة اللي بتعود على السياحة المصرية بتؤثر بشكل كبير لانها اولا عوائد مباشرة وبتخلق فرص عمر مباشرة وغير مباشرة بالاضافة الى انها مصر تستحق بتقديرات الخبراء وبشركات السياحة وبالمؤسسات المختلفة في هذا الامر تستحق تقريبا خمس او ست او سبع اضعاف ما يدخل للسياحة في اوج المواسط احنا كل اللي بنعمله هو الثقافة التعاون مع السياحة بنقدم له الخدمات اللي بتريحه والطرق والسياقات وبنقدم له تسويق حقيقي لهذه التفاصيل ومصر ما هيش محتاجة تسويق مجرد ما بيجي سائح وبيصور بعض المناطق او يسير للانبهار لهذا الامر اعتقد ان دا بيتم بشكل كبير